برش الحمل اليوم منهار بتقدر تتفاعل فيه مع محيطك الناس بيساعدوك اخواتك بيساعدوك الجو من حولك متفهم لألك اكتر بكرة ما حدا اريك وبتبقى الموليد الاكثر حظة نسبيا 3031 عدار مارس بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور الجو اليوم صحيح عطلة اسبوع لكن اليوم مولود برش الثور من الاشخاص ومن الابراج اللي ما رح يهدو موليد برش الثور يمكن منه هدين ايضا بمعنى انه ما تفكروا انه من هدين فكريا ما تفكرون اذا ساكتين معناته امورهم سهلة فيكن اتنكت وشو ما بدكن اليوم مولود برش الثور ما كتير له جلد يفكر بامور بسيطة سخيفة مثلا او سطحية ما عنده وقت مشغول بالو على مسألة معينة ومن المستحسن انكن تستفهموا قبل ما تغلطوا شي غلط التحسابات مثلا تبقى الموليد الاكثر توترة نسبيا هي موليد شهر ايار معيو بكمل مع برش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء انهار جيد بيساعدك لحتى تحل مسألة مسألة معقدة او مسألة شايفة انت عم تتقزم عم تتعقد حاول تحلها اليوم ما تأجل ما تنطر لبكرة لانه بكرة وبعد بكرة يومين صعبين مولود برش الجوزاء اليوم انهار بيقدرك بيعطيك حقك بيساعدك وبالنتيجة بيطمن لك بالك ما تترك هنهار يمرق على الفاضي تبقى الموليد الانشاط موليد 13 و 14 هزيران يونيو تكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان الامور يلي معقدة عندك يلي زعجتك يلي من مطلع الاسبوع خلتك تغرق بدوامة من الهواجس اليوم بقلك انه الجو بيطلب منك المزيد من الهدوء بدك تكبر عليك شوي بكرة الجو بيعطيك حقك اليوم هناك شوية مناورات فيك تقول بينك وبين شخص اخر عم تحكي عم تضطر انه ما تاخد كل شي فقط حتى ما تكسر هالرابط بينك وبين الاخرين الاجواء بتطلب منك المروني المروني والمزيد من المروني وبقلك انه الجو العام منه سلبي فحاول تطول بيلك الاكثر حظا هي رح بتكون 2-3 ايضا موليد 15 و 16-17 تموز يوليو تكمل مع برش الاسد بالنسبة لبرش الاسد الجو مش عم بي ما عم بيكسرك مش ناوي يكسرك مش هاي هي الفكرة لكن عم بيمتحنك لا يعطيك مركز افضل موقع افضل شهرة اكتر الجو اليوم بيحمل شوية تحديات لكن انت ضلك اتحالك ضلك محافظ على هايبتك الجو اليوم فيكون ايجابي جدا لانه بعض مولي برش الاسد بيمضوا كونترا جديد او بيرتبطوا بعقد جديد الاكثر حظا 1-2-3 ايضا اغسطس بنتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء ما انك موجود بفترة سهلة بمعنى انه احيانا الجو منه لحاله بيكون سهل او مسهل الامور اليوم مولود برش العذراء انت موجود بفترة بدك مش انه عم بتصبح فيه عكس التيار لا لكن انت عم بتخلص حالك عم بتساعد حالك عم بتتأنى بامورك بعليقاتك بأكلك بمشربك بعليقاتك مع الولاد مع كل شي اليوم نهار متعب عندك عطلة اسبوع طويلة ما بتخلص لكن مش بالضرورة تكون سلبية يمكن عندك شي شخصي عم بتشتغل عليه مش فاضي تتسلى مش فاضي تروح على سهرة مش فاضي تروح على مشوار اليوم بتلغي هالامور وبتكرس عطلة الاسبوع لحتى تشتغل على امور بتخصك لقلك مضطر تشتغل عليها الاكثر ثعبا هي موليد شهر ايلول سبتمبر بنتقل لبرش الميزين بالنسبة لبرش الميزين الجو ممتاز الجو من افضل ما يكون مولو برش الميزين انت شخص نجمك كتير قوي بها الفترة بارح واليوم من الاشخاص اللي في عندهم ظرف بيفتح بوجك بيزبط بتم وبتنجح فيه بتنقش معك فما تتأخر ما تقعد مكتف ايديك اذا بدك كتف ايديك كتف ايديك بكرة وبعد بكرة او بغير ايام اليوم هو للحركة كن حذر جدا من السرعة كن حذر جدا من السرعة 13-14-15 أكتوبر من المشاكل بنتقل لبرش العقرب بكرة افضل من اليوم فما تنزع عطلة الاسبوع اذا عندك بروغرام اذا عندك مشروع لك كل عطلة الاسبوع اليوم وبكرة ما تأجله خلي شخص يستلم اليوم وانت بكرة اليوم الجو متقلب نسبيا يمكن ما طالع بينك يمكن انت تعبين بدك ترتاح مرأ عليك اسبوع بدك ترتاح خلاله اليوم عدا عن انه احد افراد العيلي او عطل منزلي يمكن اركب لك حياتك بكرة افضل فما تكسر الجرة لانه بكرة افضل ما تكسر الجرة انك بتعملها فكون حذر تفكر مرة ومرتين بكرة افضل خليك قاعد هادي وراي والجو منه لحاله بيصطلح الاكثر حفظا 1-2-3-14-15-16-November-20 التاني تكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس اليوم نهار رائع من الايام الرائعة الرائعة يلي ما فيه اي سبب حتى نقول انه يمكن فيه شي بالبيت زعجه يمكن عنده عطل يمكن السيارة زعجته او ما فيه شي على الاطلاق حتى امتحاناتك لو طلعت صعبة مثلا وانت مش عارف اذا جوابت مظبوط بيطلع الجواب مظبوط نهار ممتاز لكل شي مولو برش القوس ما عندك اي عذر لتقعد بالبيت لتتخبى بالمكتب او ما تروح الاجتماعات او ما تروح تقدم امتحانات روحوا قوي البق الاكثر حظا موليد شهر ديسمبر بنتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس هيدا نهار ما تتغير بين المبارح واليوم مش انه اليوم راح تقلو بالامور اليوم ما فيه شي اليوم بدك تكون شخص عاقل عقلك كبير عدد مصريتك عارف شو معك وعارف على شو بدك تصرف على شو بدك تقدم شو هو الامتحان اللي قدامك اليوم دك تكون انت متمكن وادير متمكن من حالك مش كيف ما كان اليوم ما فيك تكون عشوائي واعتباطي بشغلك لأمنه نهار امتحان وتقييم لألك فكون حذر لأنه معقولي حدا حطلك عليه مواطي كون حذر اليوم من المحتالين من الغشاشين ومن الغدارين ايضا الموليد الاكثر حظر عنده شوية حظ ما كتير تقوقيتكن 31 ديسمبر 1 جانيوري بنتقل لبرشد دلو بالنسبة لبرشد دلو ما في شي بيقف بدربك اليوم مولود برشد دلو مقلع تقليعة قوية سريعة جدا مع كل الحق كل شي هلأ وقته يعني هلأ انت موجود بفترة زمنية بتسمح لمولود برشد دلو يقلب حياته فقانة تحتاني فقانة تحتاني يعني رأسا على عقب بتعمل اللي بدك يه تشيل تحط تغير مسار تضيف مسار تحط مسارين تلاتي اليوم بتعمل شو ما بدك لكن طبعا لانك عم بتأسس لشيء جديد مفروض يكون مرتكز على شيء مظبوط فما تلغي الماضي اذا منك محضر لشيء افضل واقوى لكن الوقت هلأ ممتاز لذلك اكثر حظا 29 30 31 كانون الثاني يناير بنتقل لبرشد الحوت مولود ببرشد الحوت ما في شيء زابط اليوم واذا مشكلتها مباريح بعدها مشكلة اليوم اذا ما اعتذرت ولطفت الجو ما رح تثبت لا بكرة لا تثبت لكن الله أعلم كيف بدها تثبت على مشكلة خلاف على انفصال انتبه بدك تكون حاضر جدا اليوم كبر عقلك كتير بدك تتواضع كتير وبدك تمشي الحال وضروري تعترف بخطأك او تثبت الأمور وترقعها اليوم نهار غير مناسب لا تاخد قرارات نهائية حاسمة نهار غير مناسب لحتى تكبر فشخاتك بدك تكون كتير رايق وهيدي وانتبه من المحتلين اليوم نهار بيخيي بالأمل خاصة عند موليد شهر أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة لأنه سنة عيشة فيها كتير اشياء فيها كتير مشاريع فيها عندك كتير أمور حابب أنت تخوضها تتعلمها وتتدرب عليها وهيدي الشيء أساسي لحتى تنجح بالسنة المقبلة هيدا السنة جيدة وحلوة لا بأسة بها بل يمكن تكون جيدة جدا ديسمبر أيبرل أوغسط من أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا لكل من اللي رفقتنا مع بداية عالم الصباح بكل الحظوظ لكل الأبراج رح ناخد نحن ويكون أول بريك لليوم خليكم معنا رح نرجع نتابع مع شابين رح بيكونوا ضيوفنا اليوم بعالم الصباح حتى نحكي عن اللبنانية كيف بحبوا السلام ببلده اشتركوا في القناة